رسمياً تأجيل بطولة أمم إفريقيا بكوديفوار حتى يناير 2024 ده قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل هذه النسخة من 23 إلى 24 بسبب الأمطار انطلاق دور السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 والفائز يحصد 10 ملايين دولار اتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرر برئاسة باتريس موتسيبي تلاق دور السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق بإجمالي جويز 100 مليون دولار أكد الاتحاد الإفريقي هو مين اللي طلب كده أنا آسف أن أكمل بس الخبر لكن هو مين اللي طلب كده أن زيادة المكافآت أو زيادة أرقام المكافآت النادي الأهلي في مؤتمره الصحفي الأخير طلب من الاتحاد الأفريقي طلبات ومن ضمن هذه الطلبات حاجتين أن المباراة النهائية تكون على الذهاب وإياب ترجع بشكل الذهاب والإياب وزيادة المكافآت فلاحية أيضا قرر المكتب التنفيذي للكاف إقامة نهائي دورة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023 نهائي السوبر الإفريقي في تنزانيا تنزانيا تستضيف هذه المواجهة في نهائي السوبر الإفريقي ما بين الوداد ونهضة بركان حاجة غريبة جدا يعني الحمد لله طلعت من المغرب يعني الحمد لله لا حاجة ولكن يعني مباراة ما بين الوداد ونهضة بركان بتقام في تنزانيا ولكن مباراة ما بين الاهلي والوداد بتقام في المغرب معرفش الحقيقة هل ده علشان تقول إن إحنا محيدين إن إحنا حلوين إن إحنا لطاف إن إحنا بنجملش الحد حاجة فوزي مثلا مش هنصفرك حاجة فوزي تنزانيا إيه رأيك حاجة يعني برضو حاجة غريبة جدا يعني بالعكس لو هذه المباراة إنها ستقام في المغرب كان حيبة أفضل مليون مرة لكن فريقين مغربين وبحضور جماهيري فتقام في المغرب وداد ونهضة بركان لكن أهلي وبركان لا يقام في المغرب حاجة حاجة يعني غريبة جدا يمكن عشان نهضة بركان مايلعبش الوداد بجمهوره حضراتكم عارفين إن الأستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو الكاف رئيس الشرفي لنهضة بركان وهو اللي بنى نهضة بركان يعني هو اللي بنى فريق اسمه نهضة بركان الحقيقة فطبعا عشان مايلعبوش في المغرب الوداد جمهور الوداد طبعا يعني أكبر بكتير من جمهور الوداد فالمباراة بركان تتلعب في تنزانيا أنا بقول قد يكون لكن العقل بيقول إيه مباراة ما بين فريقين من المغرب وبجمهور تتلعب في تنزانيا أهل ده طبيعي لكن مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بتقام في المغرب نعرفش حاجة يعني بصراحة غريبة جدا اشتركوا في القناة